ألما مصر خير لإليك و أهلا وسهلا فيك بستوديو المدينة مصر الوارد وجهي شكراً كتير لإلك على دعوتك لإلي لكم معك بالبرنامج لأني أنا بحبك كتير بحب المدينة كتير كل الكيب تبعكم بالمدينة بيانيلي زملاء ورفقات وإخوات من الإزاعات المميزة ومعن بحكي عدد الشي لأني هلأ أنا معكم فيني من الأول أول شكراً لمعتاز ووهاج هلأ كل العالم اللي شفتون بالستوديو بدي بارك لباسل كمان المختار حبيبنا مختارنا أهلا وسهلا فيكي اليوم حواري معك رح يكون هكي فيه كذا شي رح نحكي أول شي عن البرامج تلفزيونية برامج الراديو ممكن نحكي عن المنصات وكتير قصص حابب عارف رأيك بكتير قصص وكتير أمور ممكن ندخل لحياتك شخصية بمكان معين ما بعفزة تسمحيننا أكيد أكيد اليوم أكيد اليوم بس ألما خليني أبلش أول شي بالبرامج التلفزيونية أنت شهرتي على أنك مقدمة برنامج تلفزيوني فني على محطات التلفزيون برنامج رح نحكي عنه أكتر البرنامج كان لقناة الضفرة الإماراتية وعرض أيضاً على دراما صح؟ هذا آخر البرنامج عملته تماماً لما التأينا أوكي بس لما التأينا كان نتيجة خبرة تراكم مية يعني إجت بعد سنين من الحوارات التلفزيونية مية بالمية أنا دخلت على تلفزيون سوري كنت لسه طالبة سنة أولى إعلام بجامعة دمشق وبلشت أشتغل ريبورتاجات وأعداد بس كان كله ضمن الإطار الفني لأنه كانت قناة الدراما أوكي هلأ بس تجريبي أوكي يعني كنا نحنا نعمل استطاعات رأيه كانت لسه ما في الشي اسمه قناة الدراما صح بعدين شوي شوي بلشتك أعمل أخبار الفن ومدرشون أشراء فنية وهيك قدمت فكرة برنامج اسمه هارموني صح كان يعني عبارة عن نصاعة هي بورتري لموسيقي سوري حلو وفنان تشكيلي سوري تمام كل موسيقي كان بيقرأ اللوحة موسيقيا يعني بيعمل ارتجالات فكتير اسماء من اللي انت يعني تقريبا تسعين بالمئة من اسماء الأوركسترا أو خرجين ماهد العالموسيقى اللي انت اليوم إذا بتحضر حفلة بالأوبرا أو بتشوفهم موسق لإلون نصاعة حوار في منهم كان هاد أول حوار لإلون كان هاد البرنامج حطلي هيك أول ستب كانت أول ستب هيك عجز سنكي عملت أثر الفراشة أثر الفراشة كنت كتير صغيرة دورت وين بيت حنمينة أوكي ورحت عملت أول حلقة مع حنمينة شو يعني مع حنمينة بعد ما كان حنمينة يعني يمكن بوقتها عشرين سنة غايب عن الإعلام عن الإعلام صدقا وقت عملت الحوار كان في ناس ما بتعرف إذا هذا الرجل كان على قيد الحياة عايش أو لا أو لا وبذكرة تماما أنه بهذاك الوقت إلنا أنه ألمى ذكرتنا أو ألمى أكدتنا بأنه حنمينة عايش نكتب بالجرائد بتذكر عنوان بجرية الأخبار يمكن اللبنانية نكتب الإعلام السوري يعيد اكتشاف حنمينة حتى مرة حتى بتتذكر معتز مرة كنا عم نعمل حلقة بخيمة لرمضان كنا مستضيفين سعد مينة أنا على الهوى غلطت وقتها وقلت له الله يرحمه آه تخيلي لوين وجت بعد المقابلة تبعك وقتها طبعا أنا بالنسبة إلي هو شخص آسر آسر يعني بكل ما تعني هالكلمة مانا أنا رحيت دقيت باب بيته بمساكن برزة معفلتي التفاصيل لازم أحكيه ايه مانا دمانا وقتنا ايه ده ماسكو سنايت شوي يعني طبعا يوم اللي وصلت على بيته عم يرجو في قلبي يعني شو صغيرة يعني طالبت جامع كنت تحيشة بس بوقتها يعني طول وقت اللي بيزكور بيزكور عندك كنت تحيشة يعني لساتني بس بيروا أكبر ايه طبعا فقلت له أنه بدي آمل حوار ما حضرتك وهيك فقال لي أنه بمعنى شو المقابل يعني قلت له مقابل شي واحد أني بوعدك يكون حوار مليح المهم بعد نقاشات طبعا اللي ساعدني كتير بنته السات أمل بوجه له تحية يعني مصي يا بالخير كمان ما كنت بعرفها يعني قصدي تعرفت عليها وصلت الله بمعنى أني أنا كنت تحيشة قلت لك ياها هاي الكلمة الكلمة الأساسية أنت تحيشة ايه وصلنا للحوار قال لي أنه فيني أعمل معاك عشرين دقيقة مهم الختام نحن عملنا ساعتين حلو ساعتين بيقول فيهن حنا مينا وهذا موجود يعني في حياتي تمنيت على أشياء كثيرة وحصلت عليها لكن لم أتوقع في آخر حياتي أن تحاورني سيدة لطيفة مثلك فشكرا قدي حلو قدي شهادة حلوة هاي عندي كانت يعني نقلة بحياتي بالزاوية اللي صرت شوف منا حالي وصرت شوف الإعلام صرت بواب أكتر طبعا عبد الكريم ناصيف 12 سنة رئيس تحرير مجلة المعرفة عنده أربعين يمكن رواية بين ترجمات وكتب مترجمة مانسي مئة بالمئة مانسي حرفيا يعني وأنا بقول هذا الكلام بأسا يعني بطلع على بيت عبد الكريم ناصيف ما بربق طبع شفته بيوم الثقافة كانوا مكرمينه فأجيت عم قل له أستاذ ما عفو إذا بتتذكرني أو فلما سلم علي وقال لي طبعا ولو ما أنا يعني مبسوط ولسه بتذكر الحوار اللي عملنا كنت عم حلق أثر الفرياشة أعطاني جناحات أنا بفترتها ملكة أبيض زوجة سليمان العيسى فترة مئة بالمئة يعني أنا لسا تحكي عن حدث قائم المجلة دقيتي بواب كتير أسماء كبيرة وانتي صبية بعدك صغيرة كانوا ممكن بمكان معين يخافوا إنهم يعملوا معك حوار أكيد أكيد يعني لو ما يكون في جلسات تحضيرية ويتفاجئوا شوي يعني إنه طب بصراحة ألمة بمكان معين وجودك وعائلتك الفنية ساعدتك بمكان معين أو لا مكتبة البيت أو البيت المكتبة اللي أنا خلقت فيه لأنه أنا أولدت بمكتبة مو ببيت نحنا بابا مكتبته يعني بس تي بالخير أستاذي شام يعني خليكم يا شكرا الله يخليك أنا خلقت في قدامي عنوين كتب كتيرة أم نهمة للقراءة أم إذا بدها تعملك مكافأة شوف الطفل كيف بيتوجه يعني كنا نعتقد نحنا وصغار أنه كبر هدية بتحصل عليها هي قصة حلو ماما أقنعتنا بطريقة الحنونة المحبة اللي كل العطف أنه أحلى هدية بيجيك هي كتاب أو قصة ومكافأة إلك إذا عملت مدرشو بدي أنا جب لك قصة فأنا المكتبة الخضراء والسلسلة كتير لطيفية نعمل مكتبة أنا وماما نعمل نجيب كرتونة ونلزق هيك عليها استيكارات قال وأنه نبلش نصف فيها فأنا يعني عندي حصالة بصمد فيها لأشتري قصص كل هاد عمل تراكم بشكل أو بآخر العروض الأكيد اللي حضرتها مع بابا وماما لأنه أنا والدتي إنسانة استثنائية حاصلة على شهدتين جامعيات متعلمة من الدرجة متقدمة جدا لأنه هي حدا ما بيوقف أنه يعمل كورسات بأي شي بالحياة خياطة تمريض مكياج بتعرف فرنسي تعلمت إنجليزي يعني ماما حدا هيك حتى ياريت أنا أو ريام أو ود أو رائد عنها طاقت ماما كل هاد مع النقاشات اللي بالبيت بتدور أكيد أكيد أسر بس فكرة أنه واسطة أو مثلا لأنه أصدي يعني أنا ما أشعر مكون صريحة لأنه أضيب أقول يعني ممكن تنقال الكلمة بأنه لأنه 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 بنت أستاذ هشام كفارني بس في عالم ساعدتها وفي عالم درشتها يمكن لأنه بنت هشام كفارني قدرت أدخل أعمل دورة تدريبية كان مدة ست شهور بالتليفزيون السورية أوكي أكيد يعني ساعدني بابا لأنه بس 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 بطريقة بطريقة الصدفة يعني إذا بدك بحكي لك يعني أصلي يعني كمان أصمني ما بدي أنسى شي كنتي عم تحكي قبل شوي عن ستة الوالدة أه وبعرف أنك أنت ما كتير تحبيت تحكي عن هذا الموضوع لكن بدي أسألك يعني أنت ذكرتي اللي بيعرفكن بيعرف أنه أنت اليوم موجودة بسوريا أنت إستاذ هشام وريام وريام ففي ثلاث أفراد من العائلة وينهم؟ بألمانيا أوكي بأول الحرب الماما أخذت قرار أوكي جريء جدا وهلأ أنا بشوفه بمنطق مختلف تماما عن كيف كنت بشوفه منطق شجاع جدا الزاوية اللي شافت من الأمور فقررت أنه نهاجر كلنا أوكي وماما يعني صاحبة كلمة بالبات صاحبة قرار اي صاحبة قرار عنيد بمطرح يمكن لوقت معي شفت أنه أنا كنت عم شوف أنه هي تركتني أو أو راحت أوكي اليوم بشوف أنه لا حملت صاحبة تقولي لا مو هيك كمان أنا تركتني يعني أصدي كمان نحن كان قرار علاقتك فيها اليوم كيف؟ أنا علاقتي بماما من لما خلقت يعني ما عندي والله والله مو حكي يعني هذا صدق لا أقصى درجات الصدق أنا ما بعمري تسليت مع رفيقة قد ما تسليت مع ماما حلو ما بعمري كنت صريحة بالتعبير عن شو عم فكر و شو بدي و عن الشر اللي فيني لأنه كلنا عنا بلاحظة فكرة شريرة على الأقل مية بالمية صح أد ما تكون مع ماما علاقتنا أكتر من ممتازة اليوم؟ طول الوقت أوكي بس بمكانا معين كنتي عم تحكي قبل شوي عم تحكي بمكان هيكي في نبرة عطب عم تقولي أنه تركتنا أو تركتنا؟ لا لا بس أنا أصدي لأنه العالم بتشوف أنه أنا مثلا أنه أحيانا مكون عم كاتبة شي حزين أو فيو حنين زيادة ببعتولي أصدقائي حتى يعني أنا ما بحكي بمنطق الشانز أوكي نعم في فعز يعني أي 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 بس بنسأل يعني عن الموضوع كنت أصغر وشفت حالي فجأة مسؤولة عن عن بيت وعن بابا وعن ريام وشفت حالي طبعه بعد كمان بعد شوية رح نحكي أكتر كمان في يعني كبريت العائلة وصار في أكتر من حدا كمان أنا صرت فجأة لك أنا أكبر وحدة بين أخواتي معلاء اللون مرحبا لأخواتي رائد ود هدول يعني شؤف من روحي تخليكن لبعض الله يخليك أنا من لما خلقت عندي تكوين عاطفي أوفردوز هيك عندي تكوين أم أوكي وهاد بعمله مع رفقاتي ويمكن لأنك الكبيرة بالبيت عملته مع زوجي عملته أنا بتعامل يعني هيك بأمومة حلو مع المحيط بس بلحظتها أدركت أنه أنا فعلا فعلا حملت ريام حملت ريام تعلمت عمل مكدوس لأنه ريام قالت لي جملة مكدوس لا قالت لي رحت عند إكس واحدة من رفقاتها أوكي قالت لي وأم هاملة مكدوس تبع الأم هات عرفتي هيك عملت حركة وريام ما بتعبر طبعا فأنا فهمت أصدي هو طبعا مو المكدوس يعني تفصيل سخيف طبعا بس هي الحالة والطقس والإحساس أنه في أم بالبيت فقررت كون هاي الأم ما بعرف إذا مشي الحال صعبة كتير رياما أنا أنا اللي بعرف إنه مشي الحال أنا إنه جربت وأكيد لما كنت أتعب كنت حس إنه ليه أنا أدفع هاي الفاتورة أو هاي الضريبة يعني هالقد هالقد صعب يعني ما يعني أنا ما عشت الرفاهية اللي عاشوها اللي بعمري رفاهية إنك تحب مطرب وتراهق إنه أنت قاعدة تسمع أغاني حملت مسؤولية بكية حملت مسؤولية بكية حملت أغاني بكية سأعمل نفس الشيء. أنا كمالة أمي في الحياة. ماما اختارت تروح مع أخواتي لتعطيني فيهم. وكان لازم أنا كون انعكاسة أو صورتها أو الجزء الثاني منها. هو هي كان الاتفاق؟ ما كان الاتفاق شرعي. ما كان يعني مكتوب أو ما كان ملفوز. بس كان واضح. تمام. في لغة عيون. بهي الفترة اللي عم تحكي فيها يا ريام. على الرغم من كل شيء كان عم يصير معك بالحياة الشخصية. أنا تلك ريام أنا آسف. لا تقلق. عادي كل العالم. حقيق علي. ألمام. بهي الفترة اللي كنتي فيها عم بمكان عم تحملي مسؤولية أكبر من طاقتك. كنتي موجودة بالإعلام. كنتي عم تعملي مجوعة من البرامج. كنتي على الراديو. كنتي على التلفزيون. عملتي برنامج فني بشوريا. وبالجريدة. كنت اكتوب بجريدة الشرين. واشتغلت حتى بإعلام خاص. اشتغلت كل شيء. بس أصدي أنا بدي أرجع للبرامج التلفزيونية. ألمى عملت برنامج على التلفزيون بفترة من الفترات. استضاف مجموعة من المثقفين والفنانين. وا 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 إلى آخره. حقيقة يمكن نحنا اللي منشتغل بالميديا. صرنا نقول إنه هالبرنامج نقل البرامج الفنية تبع التلفزيون اللي نحنا متعودين عليها. من مكان لمكان. وخصوصي اللي كانت نعرض بسوريا. قدي صح هذا الحكي وكيف قدرتي تعملي هاد الشيء؟ بدي جرب للمرة الأولى بحياتي. كون منصفة بحق حالي على العلن. والله أنا ما نعمل هيك ولا مرة. بس هالمرة بالتجارة بكون هيك. ايه كتير صح. طبعا هذا ما بيبخس البقايا حقهم. بس. بس يعني مسلا في شيء واضح. يعني ألمى جابت النجوم ما كانت بتنجاب على بقية البنامج. في ناس كان صر له سنين. ما عم تطلع. مثلا منموم عشر سنين. ما داخل مبنى التلفزيون. عملتي صورة حلوة. خلينا نتذكروا لهذا البرنامج. أهل باتطلع. حبه كتير طبعا. عملتي صورة حلوة كتير. الاستوديو كان لطيف. انتي كنتي لطيفك. انتي محاورة. عا فترة الاستوديو نفسه والله. ولا اشترينا. شو بدي قللك. يعني لمبة. الاستوديو نفسه كان يطلعوا فيه شيء ست برامج. الناس تفكر ان استوديو أهل باتطل غير. طبعا هذا فضل للمخرج. يعني حتى هاي تشوفتي انه نحنا اللي منشتغل بالميديا قالنا انه الاستوديو حلو اي اول شي كان في فريق كتير منسجم وفريق راقي يعني الاساس فيه لهذا الفريق المشرف على الفريق اللي هي مديرة القناة اللي هي الاستاذة رائدة وقاف هي مديرة القناة كانت بهذاك الوقت واللي هي فعلا شافتني انه بمطرح انه بنت بتحق فرصة بس بنت على مهلة عايشة انا كتير مزاجية كتير 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 كل اللي بيشتغلوا بهذا المطرح بتواسقيني بالرأي انه كل اللي بيشتغلوا بالالام مزاجية بس انا شوي زيادة برج السرطان فحس دفشتني على هاد المطرح وانحظيت انه وقعت بحضن عالة يعني كان المعدة رزالين الجندي كمان يا ربي هيك تكون كل اياما خير عداي حمود كان بالاخرياج عملنا توليفة حلوة توليفة بالريبورترز كان معنا كريم خربطلي معد يعني كتير مميز مهل علي الشباب تعرف في ريبورتاج ب اهلا بها الطلّة بالموريكس دور اللي ممكن تشجعون وكان يعني مثلا تصلوا فينا سبونسورز وهيك نحن نتدلل اهلا بها الطلّة بالموريكس دوريكس 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 لانه كان الحوار يعني وحبو وحبو وهيك اكتشفنا بعض اهم فيه اكتر من حد اتواصل معي انه سموا بناتهم ألم صحيح لا نسمي قليل لانه اهم اكيد هاد البرنامج محطة أساسية بحياتي المهنية وما كان صار لو ما برجع بقول والله ومو عم بحكي هيك يعني بس هي حقيقة يعني لو ما كان فيه فريق كمان اهم عم عم بيشتغل بكل محبة وكنتو عم بالفعل يعني نحنا دايما نحنا من الاولى بالميديا اللي بديو يشتغل بديو يشتغل تيمورك ما بصير يشتغل لحاله يعني لحتى ينجح برنامج بيكون فيه كتير مكونات لحتى تطلع هلا اوكي الموزيعة والموزيعة بيكونوا هنين طالعين بالصورة بشكل يعني هنين طالعين بالواجهة انا بكون طالع ورا المايك انتي بتكوني طالع ورا الشاشة ورا الكاميرا سوري ولكن ما حدا بيعرف قدي في عالم بتكون عم تشتغل ورا هذا المكان نحنا منكون مصدرين للناس بانه نحنا بالواجهة بالاضافة وبالمقابل نتحمل المسئولية وقت بصير غلط يعني احيان بكون غلط مو من عندك بس الناس بتتحملي الغلط مية بالمية صار معك شي مرة وتحملتي غلط معك يعني عم بحكي هلا هون على التلفزيون صار معك شي موقف تحسي انه هذا كان غلط بكل حياتي من لما فتت على الالام كنت انا تقريبا من اصغر الناس اللي موجودين بفريق سوريا دراما بعمري ما صار غلط ببرنامج انا موجودة فيه وما تحملته لك وبتحاج وبتعاقب ما بحب انه زت على غيري لانه بحس انه انا فيني يخلص حالي بحس انه انا هاي مشكلة عندي يعني هلا انت صاير معك مشكلة فجأة ممكن تلاقيني نوجيه خلص انت ما تحكي من موضوع فاس انا بتتولاجيه ايه ما انا ما اخي ما دخلني بس انه بحس انه فيني ما بعرف ودايما بكون فيني الحمد الله ادي معناتا مبسوطين المحيطين فيك بدي روح من البرامج يعني معرف انه ما حكيت كتير عن البرامج بس الوقت شوي هيك بدي حاول اخذ منك كل شيء انت لانه بالبداية بس انا لما التقينا لما التقينا خطوة للتليفزيون السوري ما كان خطوة لي بس لانه من مو ما رح اقول بالحرب رح اقول يعني تقريبا بتاريخ التليفزيون السوري في انتاجات انتجة قطاع الخاص خلينا نقول الخليج العربي طوام على الاقل انتجوا برامج لصالحهم بس انه انتجوها لكن يمكن للمرة الاولى وما بعرف اذا المعلومة كتير دقيقة ما بعرف يعني اذا فيش برنامج تاني بركي حدا بصحح لي بس بظن لا يعني هاي البرنامج الاول اللي بينجو التليفزيون السوري وبينبع لبرا بينبع لبرا يعني نحنا الحمد لله توفيق من رب العالمين وجهد كبير عملنا هو كان انتاج تليفزيون السوري من اي تو زد كله من اي تو زد حتى كان فيه حتى كان فيه نحنا كانت الفكرة انو نحن ننامل برنامج بالستوديو اتنين بنفس الامكانيات الما تقريبا اي يعني طب السؤال طب ليه ما بتطبيقية البرامج هيك تعرف حتى لا ما على قصة الامكانيات كنا مضغوطين اكتر من غيرنا والله كمان رح قالك نحنا خمست عشر حلقه سجلناهم باسبوع انا في يوم صورة فيه ثلاث حلقات تعرف انت اهلا انت شاب بس تعرف اذا بنده تغير ميكوب وشعب ولبس وبتذكر رجعت عالبيت شي اربع الصبح همتك من البرد بس انا ما عندي وقت استراح لانو انا تانيوم تانيوم عندي كمان تسجيل عندي تسجيل طبعا انت لما تعد مع ضيف مازنبول انت تعبان مرتاح انت بدك تكون بكامل تركيزك استعدادك كأنك هلا مبلش ويمكن اصعب مزيعين تلفزيون اصعب لانو كمان الكاميرا لاقطن يعني انا نحنا بالراديو هلا من جديد الحمدلله فوتونا الكاميرات وفضحونا بس ما كنا قبلنا اكل هم الكاميرا انتو بتاكلوا هم الكاميرا لانو بدك تبيني انك انت صحيانة ومركزة وبدك تنتبهي لحوارك وبدك تنتبهي لضيفك وبدك تنتبهي للعالم اللي ورا الرجي لايك اخدنا كتير سكوبات بلملتقنا اخدنا اشياء اول مرة تنقال اول مرة بتنعرض ناس اول مرة بيطلعش شركاء بهي الطريقة على تلفزيون سوريا يعني تعرف صفحات انا بشوف احيانا حاطين قوتيشنز او شي مثلا انه وصرح الفنان كذا كذا طبعا ما بتذكره المصدر اكيد 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 بيحطو وصفحات القنوات يعني بيحطو بيحطو نحنا اهداك اليوم يعني كان في حدا كاتب يعني حاططلن المادة اللي كاتب الصحفي مأخود الخبر او الشي مأخود مأخود من جريدة الاخبار لبنانية على ما اعتقد عم حاططلن ياها زميل لقنا على الكومنت انه هذا المقال الاصلي اللي انتو سارئين منه الكبر يعني قصدي انه بس الواحد اللي صرحة اللي وجيه الجديد مرحبا ايه تماما لما لتقينا كان يعني شرط التسجيل طبعا هيك بس كان في سقة من الادارة استاذ حبيب سلمان مدير العام كان المخرج الهمام بهلول تماما يعني كن هلا انا وهمام من عمر قريب لبعض نزئين احنا اتنين متخانق كتير بس انه بالاخر انا بكون متطمنة انه انا معهم معهم وروزاليان جندي بالاعداد مشان ما يعني نبخز حدا حقه لانه في عالم كتير اجتغلت برنامج لما شفنا الصدى اللي اخدوا البرنامج بالامارات انت عم تحكي عن الان شون تحكي عن العلام برنامج انتجوا التلفزيون السوري عم تشتري تلفزيون اماراتي وبها الوقت لحظة شوية اللي ما بيعرفون الناس انه الظفرة عندها خصوصية كتير عالية تمام الظفرة عندها قواعد كتير يعني ما انا شي سهل انك انت تعرض عال الظفرة بدي احكي هلا عن وقت ذهبي عرضوا على مدار شهر لانه كل حلقا اسمت له جزئين كنت انا مبسوطة كتير بردود الافعال طبعا من اصدقاء بالامارات و بحكم يعني انه انا بتواجد كتير بالامارات فكنت كتير مبسوطة بس والله 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 لما نرد على التلفزيون عنا يعني كنت احسب احساس تاني طبعا طيب هذا البرنامج كنت اعم تقولي انه اختي فيه كتير تريند يعني بما كان معين اختي اخبار و اختي تريندات وا 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 الى اخره بالفترة الاخيرة المو ما بعرف اذا بتشاركيني الرأي بطل بطلت البرامج عم تدور على اوقات على حوار او عم تدور على حديث او عم تدور على شيء يمكن مهم دائما عم يروحوا لانهن ياخدوا تريند لانهن يبكوا الفنان لانهن يعملوا حالة انسانية بمكانة معين على كتاف الحالة ليعملوا مشاهدات هاد بقى بتعملي اوف مستحيل حتى لو بيظرف تاني يعني مو على التلفزيون ومو على الراديو سوف لا ولا باي ظرف هلا بتسائب انه بتكون انت بتحكي مع حدا حتي سوجداني يم يبكي اوكي بتسائب يحكي لك شيء خاص يعني انا مثلا اليوم معك حكيت اشياء بتخص حياتي الخاصة بالعادة انا ما بحكي يا اللونج يعني انا بحكيها بالاوساط الكتير قريبة بالدائعة ما بعرف لي انا معك يعني شكرا حسيت او لانهن مدينة وانت ويعني حسيت انه فين يقول لا لا اعمل تريند ولا لا انت تعمل تريند بس هاد الدارج اي بس انت كان فيك تقلي طيب شو حسيتي لما امك تركتك وتبكيني شوي يعني طوام شو حسيت لما شفت امك ميتة وشفافة زرق ومدرق شو هاد السؤال اللي فيه يعني اهانة للانسانية هل من المنطق انه انا يعني ابني نجاحي حتى مانه نجاح هاي فقاعات بتزول حكما بتزول هاي مراهقة بالاعلام مراهقة مراهقة تاني هاي شي ما له يعني مبني على غير وعي مبني على سطح مثل كتير اشياء بالبلد عم تصير مثل كتير اشياء محيطة فينا للاسف اليوم الفقاع نحنا عايشين هيك بمجموعة سوشال ميديا برزت ان فقاعات وبرزت ان اشخاص ماجهة ولا ما خاص سوشال ميديا السوشال ميديا هي وسيلة تعبير بس هي اللي عم تحكم الما اليوم السوشال ميديا هي عم تحكم هذا المحتوى اللي عم تطلب من الاشخاص هذا المحتوى لحتى ينتشر لحتى تجيب مشاهدات تعرف حتى هاي الترند تنهمل الطريقة قرق طيب نحنا ليش مع عنا يا هلا هاي القصة هلا مثلا كون طلعنا من حديث البرامج التلفزيونية وفتنا شوي على الانترنت على يوتيوب وعلى 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 بتشوفي معي بينو نحنا مع عنا محتوى سوري يعني على الانترنت يوتيوب بتتابعي اول شي محتوى عربي بشكل عام؟ محتوى عربي بطابع مو لاني انترستد باللي عم ينقال لاني مهتمة اعرف شو عم بيصير مهتمة اعرف كيف العالم عم يتغير هو شكل العالم بتغير وطريق التفكير ناس عم تتغير شوف بهمني افهم النفس البشرية كيف عم تتعاطى مع المتغيرات المحيطة كتير مفاز لك الجملة لا؟ بس يعني بهمني افهم كيف نحنا كيف بفينا نقول بغير طريقة يمكن اسهل كيف المتلقي اليوم عم يقبل المادة اللي عم تتقدم له؟ ايه ايه واحدة من اهم سمات السيكيولوجية للمتلقي تمام الجمهور هي التلصص تخيل انه مثلا ندرسها بالمسرح انه انت بحب المتلقي يحس انه عم يتلصص على حياة الاخرين ماذا حدث في كواليس؟ ام انت بتحضر لك شي مثلا تريليون فيديو عن واحد يشوفوا اليوم شو عملت مفاجئة لاميرتي ونقزت مدرسو بحضرون بحضرون وانا هكي محتوى بس في حكير محتويات حلوة يعني هلأ انت رحتي للمحتوى لا انا عم بحكي على هذا الهدا هذا النوع في صبايا اوكي عم بيعملوا محتوى كتير مهم انا شايف فيديوهات ما بديقول اسماء كرمان ما تبين لصة يعني ترويج لهذا عم بيحكوا بقضايا مهمة طريقة كتير بسيطة بلغة الشباب والصبايا الدارجة لانه في مصطلحات طول الوقت بتتغير من جيل لجيل اوه رواء كتير مناح نحنا السوريين لسه ما عم نعرف نعمل حد ليش؟ معانا ليش؟ يعني هلأ لكي خلينا نحكي بهيك بصراحة وبقريحية اليوم نحنا نجم نتابع المنصات اللي عم تكون موجودة على فيسبوك يوتيوب كل منصات سورية يا أما عم تعمل شي بيشبه برنامج الصدمة وبمكان معين في أراني لا صدمة كتير مني حيارات شي بيشبه بالمناسبة صدمة اختبار اجتماعي هلأ صارت كل الدنيا اختبارات اجتماعية هلأ صار في ست منصات بسوريا عم تعمل اختبارات اجتماعية اه بس هو يعني بيودي لمطرح فيه حكم اخلاقي يعني بيوديك العبرة اخلاقية لسه يعني مع الصدمة كيف نعمل؟ كيف نعمل؟ أشبه الصدمة لا معني ما أشبه شي ونحن أريدي أصلا يعني عم نعيش طول الوقت شبه حياة عم نعيش شبه محاولات للنجاة نحن على وجيه على حفة الدنيا شوف عشان تعرف يعني أنا رأيي باللي عم بصير اه سوريا بمكان اه مقطوعة في الكهرباء بكل شي صح فلا يعني لا نجلد حالنا ولا نجلد المحيطين بس ثقف طوقعاتنا من حالنا ومن المحيط لازم يكون منطقي وواقعي يعني أنا عم بحكي عالطموح بس عم بحكي انه إذا الطموح ما اقترن بدراسة للمعطيات العملية وشو عندك يعني ببساطة انت اليوم كيف بدك تنتج يوتيوبر قوي بسوريا او حدا بيقدم محتوى ببلد عم تنقطع فيها الكهرباء يمكن بتجي فيها الكهرباء اربع ساعات وما عنده انترنت بتدخلق العالم بتجي اربع ساعات بالنهار ما عم بتجي بتجي والله 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 انك مدعوم اللي ما بدي اسألك على كتير امور بسرعة بس لانه ما كتير معي وقت انتي اليوم مديرة لإذاعة صوت الشباب صحيح عملك الإذاعية في كتير إليك برامج كان في إليك برنامج انا كتير بحبه هو دقات ايه انا كتير بحبه لانه كان يطلع الساعة 12 بالليل صح؟ صح 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 انا عفكرة كمان عملت برنامج 12 بالليل كان اسمه ليل انا غلط منك وقت اوكي بدي احكي بهذا الموضوع انت اليوم كنا عم نحكي عن السوشال ميديا انت اشتغلت راديو انت اليوم دارية براديو ايضا ايه وموزيع التلفزيون واعلامية بكذا من المفاصل ايه اليوم الظرف بيحكم بانه وسائل اعلام التقليدية صارت كله ياتفي منه وسائل اعلام جديدة عم تنعرض اليوم الراديو صار في بداله بودكاست التلفزيون صار في بداله منصات الجريدة الالكترونية صار في بداله بوست على فيسبوك لا مو بدالهم هو انا بس هذا خلافي بصراحة اليوم انك لها معهم معهم ايه مو بدالهم بدك تظلي كلاسيكية مو بدك تنحق الات لا والله بالعكس بالعكس انا اجيت على صوت الشباب مديرة لازاعة كلها مدراء سابقين للازاعة انا اجيت طبعا مع كل الاحترام والتأدير والفخر يعني انه انا انحطيت بهذا المكان بس بدل احكيلك على يومي الاول وجيه تمام بعد ما صار استيلام وتسليم لانه في بروتوكول هيك بيكون استيلام وتسليم بيني وبين مو قد تعياتو اساس حركات اه يعني لا رحنا انا وبايلاس عند غداينا ببلانتا اه دعاي لبلانتا اوكي بس انا ضغداينا وريبا ويعني هيك حكيتلي شوي وحكيت الله انه بس طلبت منا طلب واحد انه ما تحكي لهم شي عني يعني هي بتعرفني لانه اوكي انا صرت مديرة صوت الشباب بسبب دقات طبعا هاي ممكن ما حدا بيعرفها انا بعد ما عملت دقات كتير نجح دقات او يعني مو انا عم اقول فرسي هاني او انه يعني هيك نحكي اه 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 انا فضولية فانا بطلت اجي على الازاعة الساعة 12 اجي ستة اجي ثمانية اتعرفت على العالم اتعرفت على الجو والمهم حسوا بشكل او باخر انه انا ممكن كونها بهاد المكان اه يومي الاول بعد هيكي الترحيب والاستقبال سكرت باب مكتبي وبكيت بكيت 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 لا 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 اه سلوى الثاري شادن حمدان اسماء سمو الجباعي وين انا يعني شو بدي اعمل معون اه ضليت لوقت كتير طويل اه يعني شوي حايزة لا فتت مشا ما كزب وقلك فتت انا عندي خطة وفتت عندي استراتيجي وبيدي اعمل لا 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 فتت ميتة رعبة وفتت خايفة وفتت عندي نية صادقة اني اتعلم من كل حدا موجود ومن كل التجارب وصرت متل ما بتعام بعد وقت قررت انه متل ما انا بالحياة انا بالحياة دايما بحط حالي محلة تاني هاي شغلة بتدرب حالك عليها متل ما كنت انا بيوم الايام عندي مدير يمكن غليزة شوي انا ما بدي كون مديرة غليزة متل ما كنت انا اتمنى كمعدة انه يسمحولي انه فوت بهاد الموضوع وما يخلوني انا اكثر هاي الشغلة بزيادة هلا كل هاد وصلنا لمطرح احترام متبادل بين بيني وبين الفريق اللي موجود بلشنا نشتغل شوي 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 بس بالطريقة الى حدا ما كلاسيكية اوكي ما بتقدري تطلعي من الكلاسيكية بلا 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 قدرتي الى ان بس بترجعكي باختصار لانه بمعتمعي وقت اه يالا لليوم اللي طلبت اذن بانه انا بدي جيب ما يقارب العشرين شب وصبية من اختصاصات مختلفة اغلبها اعلام او اختصاصات مختلفة بس لشباب وصبايا عاملين كورسات او شيء له علاقة بالاعلام اه طبعا هذا الشيء كتير صعب بمؤسسة حكومية احنا ازعت رسمية ازعت صوت الشباب وافق المدير العام استاذ حبيب سلمان مشكور جدا ومو بس وافق بارك الخطوة وطلعوا وسلم عالشباب وهلأ نحنا عنا فريقة هي المشكلة كانت انه بصوت الشباب ما في حدا موليده الفين مسلا وانتي انتي لقدرتي تعملية اليوم في عشرين وشب وصبية بيفرحوا القلب في مزيعين منهم امالي جزائر امالي سلطان انا بلعلى اسم ماميتها بنتها الفنانة صفاء سلطان وقالوا العالم واسطة ومواسطة ابدا انا شفتها لامالي وبعرف امكانياتها وقلت لا تعالي عملي برنامج امالي بوجهه لتحية بلاك الحسيني كتير اسماء اليوم صار في بصوت الشباب فريق شاب وكسر هاي القاعدة وفي برامج اكيد 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 كسرت الكلاسيكية انا بديتشكرك اول شي وشكرا على كل شي عم تعملي حقيقة لصوت الشباب هي كانت هاي الكلمة اللي انتي عم تحكيها احنا كان دايما نقول للكلمة اللي انتي عم تقوليها صوت الشباب لازم يكون في شباب عم تحكي مع الشباب يعني طبعا ما احترامنا لكل القامات الاعلامية اللي موجودة ممكن يكون مكانهم باذاعة تانية غير صوت الشباب لا ولا حتى حتى بصوت الشباب بس بس قصدي لازم يكون في تطعيم دائما ودم جديد بس هاي هي موفقين بكل شي موفقة بكل شي لقدام بدي اتشكرك حقيقة انا عاصف بس الوقت داهمني انا ويياكي وما شاء الله حولك حديثك حديثك لا يمل منه ومبساط فيك كتير انا كمان شكرا كتير شكرا لكل اللي سمعونا على المدينة اف ام انا بالسيارة بسمع صوت الشباب يا المدينة ها على المساة لأم فتا على المساة لأم فتا على المساة لأم فتا